ارفع راسك فوق انت مصري حقيقة يمكن الجملة دي كانت اكتر جملة جات على بالي وانا بتابع امبارح الحقيقة موكب المميوات لمحة لحظة تاريخية تقول قد ايه انك انت ابن وحفيد لحضارة عظيمة جدا بتبهر العالم منذ فجر التاريخ ومازالت حتى اللحظة ومش بس الاجداد الحقيقة الاحفاد امبارح اثبته كمان ان هم كمان عندهم القدرة ان هم يقدموا للعالم لمحة تاريخية اعتقد ما فيش حد امبارح تابع مصريين او غير مصريين الا وانبهر انبهر بالرقي انبهر بالعظمة انبهر بالحضارة اللي بتأكد على ان كل جوه انسان مصري جين عظيم بس ان هو يكتشفه يكتهد يتعب شوية هيكسر الدنيا بين قصين كده لا امبارح يمكن كمان لفتت نظري بشكل كبير جدا منظر مدان التحرير في بداية النقل في بداية الحدث الحقيقة منظر بداية التحرير ومقارنة مع نفس المدان ده من عشر سنين فاتت هو نفس الفرق بين مصر من عشر سنين فاتت ومصر النهاردة هو نفس الفرق بين حالة الفوضى وبين النظام هو نفس الفرق بين حالة غموض المصير وحالة وضوح الرؤية هو نفس الفرق بين الخيانة والتآمر وحالة الانتماء والوطنية اللي بتغلف وبتجسد احساس المصريين الوطنيين باهمية تاريخهم واهمية بلدهم مشهد مبارح بيقول ان احنا قادرين نعمل اي حاجة وانه مصر بولدها ام الدنيا وان شاء الله تكون قد الدنيا كلها مساء الخير على حضراتكم انا مبارح يعني كنت مستمتع لاقصى درجة صارة مبارح وانا بشوف المشهد مش بس مشهد الموكب بداية من المتحف المصر في التحرير وصولا لمتحف القومي للحضارة لكن الحدث ككل بيقول ان مصر دولة عظيمة جدا ودولة قوية جدا والحقيقة ان ولادها قادرين على اي تحدي مهما كان صعوبته ومهما كان حجمه